السلام عليكم انتمنى تكونوا على خير كما شفتوا معايا رجعت لكم بوصفة جديدة الشربة الصينية صحية جدا غنية بالعناصر الغذائية مفيدة وسهلة التحضير بقوا معايا ما تنشوفين اذا كما كتشوفوا معايا فاولا كنوضع القليل من الزيت وكنشحر فيها البصل والتوم من بعد ما كيتشحروا ليها مزيان البصل والتومة فكنقوم باضافة الجزر كما كتشوف معايا وصفة غانية فيها جميع الفوائد الصحية الجزر التوم البصل اذا هنايا كنحرك نضيف القليل من زيت الزيتون وكما كتشوفوا معايا الجزر ره دغية كيتسهد من وراها كنضيف صدر الدجاج مقطع طريفات كبار او لصهار وفي نفس الوقت كنضيف معا الحوت الابيض الكالعمار كنديروهم بشوشهم في نفس الوقت كيتقلوا فراها دغية كيطيبوا كتضيفوهم وكتقلوهم مرة اخرى تخلوهم تشحروا يتشربوا لينا ديك زويتا ومع ديك البصلة والتوم من بعد كتضيفو القليل من الابزار على حسب اختيار ديركم اللي بغاها الابزار ومن بعد كتقلوا جيدا الخليط ومني كتحسوا بديجاج ديركم تقلم زيان هو والحوت فكترويو كتضيفو لترميل الماء الماء يعني يكون طيب ساخن ومن بعد كتسدو اليها وكتخليوها ربع ساعة تروري تخليوها ربع ساعة وترجعو اليها ان شاء الله في هذا الاثناء فقد ناخد الفطر الاسود الفطر الاسود للبنات هو غني بالمضادات الاكسادة شيء اللي كي ساهم في الحد من خطر الاصابة بالالتهابات اي انه مقوي جدا للمناعة وبالتالي فهو يعزز صحة الجهاز المناعي وهناك ايضا دراسة كتقول بان الفطر الاسود قد يساعدوا على مكافحة الخلايا السرطانية فهنا ضفت علي الماء طيب وخليته ويطلق واحد شوية ضغية كي يطلق ورجعت هنا الطنجرة ديالي الجاج ديالي راه طاب هو والسمك فكما قد لكم ضغية كي طيب يعني هات الشربة تبقي حتى الاخر لحظة وتنوضي تديرها فهي بسيطة هنا بني كي طبليا المكونات فكن ضيف الكروفيت الكروفيت كان خليوه والاخر حي تضغيه كي طيب دبا هنا كتبدا تستبيله يعني كما شفت وضفت الكروفيت وكن ضيف الفطر الاسود صحي جدا كما قد لكم ومن بعد قد ضيفوا ورق سيدنا موسا وقد ضيفوا ايضا شعرية صينية ديالي الروز تكون من الاحسن ديالي الروز صحي حتى هي فكتقطعوها كتخويق لها المطيب كتقطعوها وكتضيفوها وارتالي ابنت في هاد الاثناء طالعة واحدة رائحة يا سلام خصوصا يعني مني كتزيد كتغلى فيها ورقة سيدنا موسا فواحدة رائحة منعا مش لكم ديدة بزاف بزاف وهنا غادي نضيفك اضافة اخيرة سلسة السوجة كنضيف هنا ملعقة او ملعقتين وكنحرك جيدا وكنخليهم مرة اخرى كيغليوا من بعد كاضافة اخيرة فانا كنضيف سكنجبير هنا البنات الصينيين فهما كيديروا سكنجبير المخلل اللي هو حار بزاف بزاف يعني في نبان هدا فكما كتشوفو تبارك الله همرة عندهم صحة جيدة لانا سكنجبير المفيد بزاف للصحة عنده فوائد عديدة لا تؤد ولا تحصى هذه الشربة كنت لكم راها صحية بزاف يعني جامعة جميع الفوائد مجموئين في هذه الشربة الصينية ونجعل الخليط يغلق شمية ومن بعد سنتقوم بتروير هنا البنات كاضافة اخيرة قبل ما نضيفه لصوب دينا فقد نضيف 1 ملقة لصوب دينا مجموئين في حل الماء الصغري كنت تكون جميلة هذه الماء الصغرية كنت تكون جدا وكان هذا وشك النهائي ديال الشربة الصينية ديالنا كجي فعليا ديدة بزاف كما قلت لكم صحية من جميع النواحي زيت الزيتون فتر الاسود يعني السمك كل شي صحي التوم البصل يعني جامعة كل شي بالنسبة للقوام ديالها فهي كتشغل بحال هكا احنا المغاربة حدا ما مول فيش يعني كنحطوشي حاجة بحال هكا يعني كتكون سائلة كيكون دكش عاقد ولكن بحال هكي كيكون القوام ديالها سائل كتشرب شربوها بصحة ولهانا حبيباتي كنتمنى ان شاء الله تبارتاجوا لفيديو الى جبكم ما تنسوشي عليكم وضروري تجربوها ركجي رائعا خليكم دماء مع بعض المقتطافات أكسحها بديون نفاق بدون نفاق وبدون مجابلة عشراء العشراء لكن قلت لي الملحة شوي بسها قبيسة الملحة الي رحيت نتيك تتكلي الملحة مزا لا لا مكن يكوش الملحة بإمكانك تزيدي للصو السوجة عندك السعودة العشراء وكون قبيسة الملحة تتكلمها ياكل الله ايه يا تكل بلا ملحة بلا ملحة لا تقصحها لا تقصح لا تقصح لا رائع لابنتك تحسي بها تكمد لك المأضاء صراحة تكمد سافي شربتها ان شاء الله سوف يذهب بها تتمنى ان شاء الله تجربوها تبدلوا بيديك حريرة والدوار بالدقيقة لا تقصح يلا تصبحوا الاخير لا تنسوا لي لا تنسوا لي لايك وابوني وتعلي بيديك المنطقة